ليك أنت كشعب مبدع دي أنا شفت نماذج من هؤلاء الصناع حاجة تفرح يعني فازاي قدر أشجع الناس دي على أن هو يبقى انتاجه يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس الحقيقة كل سنة بنستضيف عدد كبير من العرضين وكلهم يعني تعليمهم كويس بيئتهم وثقفتهم حلوة ولكن فكرة برضو أن أنت بتشتغل في محدودية المنتج هي دي المشكلة الحاجة الحلوة دي عايزينها تتوسع أنت في حتى في صناعة الحلوة والحلوة الذهبية والفضية والمشغولات والحاجات أنا شفت حاجات باهرة حاجات الأزياء حاجات الغزل والنسيج والخسف والحاجات اللي فيها يعني تجمع ما بين التصميم الجيد والهوية دي حاجات احنا محتاجين ننميها لأنه مش بس حاجة ممكن تعمل مكاسم مادية هي فيها جزء انت فكر الكليم ولا السجاد ولا المشغولات في دول زي إيران مبدعة فيها في الحاجات دي ايه انت ليه ما نعظمش من هذا الأمر عشان ده جزء من هويتك اللي انت بتتعرف بها زي فكرة القطن المصر تعندك خيامة كويسة بس الفن بيضيف ليه هي بقى انه بيضيف حاجة قيمة مضافة يعني بدل ما أنا ببيع بس تي شيرت القطن المصر لا أنا ببيع عليه مشغول بطريقة كويسة بالضبط طب يمكن يا سيد الماد برضو حاجة كلمت على الهوية هو احنا هويتنا لسه موجودة يعني على سبيل المثال وحنا بنتكلم على الحرف والمنتجات الزي المصري التقليدي اللي بيميزك هو ايه دلوقتي؟ بص ده سؤال صعب جدا والأسف الشديد ما فيش وعي به أنا لما بروح البلد أنا فاكر كويس جدا مرة روحت قريقة فيه أسيوط في العيد فاتصورت الصورة مع بعض أصحاب وحطتها على الفيسبوك وكنت لابس جلبية بيضة مش الجلبية المصرية الجلبية اللي هي اللي هي الكم الواسع لا الكم الواسع مش هي دي دي الأصلية فليت حد الصديق بيتصل بيه بيقول لي انت غلطان غلط كبير جدا لأنك انت لابس هذي دي مش جلبية مصرية الجلبية المصرية هي البتاع دون والكم الواسع وهاي حبازة لو تحتها السدير التقليل أيوة ده الزير رسمي فقلت له أنا بعتذلك أنا آسف كلامك صحيح جدا لأنه جزء مهم من هويتك هو زيك لحد هذه اللحظة في غالبية الريف المصري الزي الناس محافظة عليه الذي هو توارسه من أبوه وجده جده 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 ده جزء من الملبس بتاعك الرئيس بس ده في مكانه أسوزامات في مكانه لو جيه سافر لا بعضهم لو أنت حضرتك شفت في مستشفيات أو في عيادات أو في مصالح حكومية وجيه خلص الراجل ده بيحافظ على العيالة الزغيرة هي دي المشكلة الولد الزغير بدلا ما أنا وأنا صغير في بلدي كنت بقى لبس الجلبية وبروح المدرسة الجلبية بالمناسبة طبعا لحد سنة 76-77 الشباب الزغير اللبس بتاعه زي الشائع في الريف الترينج والتيشيرت وأول ما بيكبر شوية بيروح لما بيروح المدينة بيلبس البنطون والأميص مش عيب أن يلبس البنطون والأميص بس أنا بتكلم هنا على الزي الطبيعي بتاعك تبعارف أن ده زيك وأن ده هويتك لأنه واحد من أهم أنت بتقدر تشوف زي مثلا الزي العربي في الخريق هو رمز بالضبط وتقدر تعرف أن هذا الزي شمخ دون والمغرب العربي أو المغرب العربي اللي هو الجلبية ذات الزند دي ماشي أو الزي الفلسطيني شكرا